في القدس العربي مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة أعلن دبلوماسي فلسطيني السبت عن مباحثات فلسطينية أوروبية رفيعة المستوى ستعقد في بروكسل هذا الأسبوع تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة بين الجانبين وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرى للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا سيترأس وفدا حكوميا إلى بروكسل للقاء كبار المسؤولين الأوروبيين وذكر الفرى أن الوفد الفلسطيني سيجتمع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك ووضح أن اشتيا سيطلع وزراء الخارجية الأوروبيين على آخر تطورات القضية الفلسطينية ومارسات إسرائيل بما في ذلك انتهاكات لقواعد الشرعية الدولية وتقويض حل الدولتين وأفاد الفرى بأنه سيتم على هامش زيارة الوفد الفلسطيني توقيع اتفاق على البدء بحوار سياسي فلسطيني أوروبي على مستوى وزاري ودفع مفاوضات التوصل لاتفاقية شراكة كاملة بين الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي وأشار إلى أنه سيتم كذلك استكمال مفاوضات التفاقية الدعم المالي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين على أن يتم توقيعها نهاية الشهر الجاري في رامالله في الضفة الغربية اشتركوا في القناة